أكد الرئيس عبدالفتح السيسي أن مصر حكومة وشعبا ستظل داعمة ومساندة لكافة قضايا الأمة العربية وحريصة على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة مشيرا إلى أنه آن الأوان لإعلاء المصالح القومية ونبز الخلافات والفتن التي يستهدف مشعلها طمس الهوية العربية والعبث بمقدرات شعوبنا وخلال كلمته بالدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربي شدد الرئيس سيسي أنه أصبح من الضروري أن تستدعي الأوضاع الجديدة وقفة حقيقية لمراجعة وتقييم حقيقي وواقعي لكافة المتغيرات الحالية على المستوى الدولي والإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتحرك نحو وحدة الصف في سبيل النهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار وقال الرئيس السيسي أن مصر لن تكفى عن السعي لأي خيار يؤدي إلى تسوية شاملة لجميع المشكلات في المنطقة لسيما في أرض فلسطين العربية معربا عن أمله في أن يتحقق الرخاء والرفاهية لجميع الشعوب العربية وهناك مشكل عمالة مطروح لأن عدد من الدول المتقدمة والغنية لها احتياجات وتريد أن تلبي هذه الاحتياجات بالموارد البشرية للدول الصاعدة ومنها في كثير من الأحوال دول عربية فنحن مطالبين كوزراء للتشغيل أو العمل أو الشغل حسب منطقة الدول أن تكون لنا أفكار واضحة في هذا المجال أن تكون لنا استراتيجيات واضحة وأن نكمل بعضنا البعض في إطار تجربة ما بينها الدول الرغمنا هي موجودة كانت خلال السنوات ما بعدها 20-30 ولكن جائحة كورونا عجلت من الاستفادة أو من هذه الوظائف أو ولادة هذه الوظائف نحن وضعناها اليوم أمام كل المؤتمرين أطراف الانتاج الثلاثة لتكون الفرصة آتية ونستذكر معا ما هي الوظائف التي سنفقدها في المستقبل وما هي الوظائف التي ستحل محلها منظمة العمل العربية حريصة كل الحرص أن تكون حاضرة لهذه الأحداث الحقيقة اللي اليوم من المفترض أن نكون حنا مشاركين وملزمين وملتزمين في عملتنا العربية في دول أوروبا كافة وليس في الدول العربية اليوم أنا أعتقد أن مؤتمر العمل العربي توجهه ليس على المنطقة العربية بل على العالم كله لأن العالم هناك من يتأثر من العمال العربية في دول العالم كافة